هنقدم في المحاضرة دي مجموعة محاضرات على الارب مايك كنترولر المحاضرة دي هنتكلم فيها على اهداف الكورس كورس جولت دايتنا هتكلم على البريريكوزت في بقية الكورس محتاجين ايه عشان نقدر ان احنا نفهم الكنتنس في بقية الكورس دوت هنتكلم على الفرعب بين مايكروبروسسور و مايك كنترولر هنتكلم على ال Common Micro Draw Architectures General Description and General Definition هنتكلم على الارم بلاتفورم وهنا نتكلم عليها هي الSTM32 ARM بلاتفورم اللي احنا نتكلم عليها هنتكلم على الكت المبسطة أبسط كت ممكن احنا نتعامل معها في الارم بروسيسور اللي هي الValue Line Discovery Development Kit اللي هي من STMicro Electronics ونعمل ديمو بسيطة كده على بروجيك بسيط بالنسبة للارم بروسيسور وهننتهي ببعض الأسائمينس البسيطة اللي ممكن الناس تفكر فيها عشان تقدر تطبع على كلام اللي احنا كلمنا عليه في المحاضرة دي أهداف الكورس الحقيقة نحن نحاول بنهاية الكورس يكون عندنا معلومات كافية ان احنا نفهم الاركيتكتشور بتاع واحد من أهم الموجودة اللي هي الارم بروسيسور نتعامل مع الانتكرياتي اللي هي الIDE بتاع الارم دوت ونقدر نحن نبرمج به الارم بروسيسور ونقدر نحن نديباج ونقدر نحن نديباج بروسيسور بسيطة على الIDE ديت how to program الميك كنترولر باستعمال C language نفهم ازاي نستعمل البريفرالز الانتكرياتي على الميك كنترولر الانترفيس الميك كنترولر ازاي simple external components زي مثلا نتكلم على digital components ولا حاجات زي كده ناخد input وoutput نتكلم على الـ timers برضو نتكلم على الـ different modes اللي موجودة في الـ timers اللي في الارم بروسيسور نقدر نفهم ونستعمل الانترابتس نقدر نفهم ونستعمل الانتكرياتي 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 الموجودة على الميك كنترولر فالبريريا كنترولر كنترولر دوت basic electric circuits يعني basic عايزين بس بقى فاهمين الـ resistors وcapacitors وdiodes وtransistors عشان نريد نتكلم مثلا على بعض الانترفيس اللي بتحصل مع الميك كنترولر اللي بقى فاهمين الاساسيات بتاعة الـ circuits اللي بنيكلم عليه بنيكلم برضو على basic course في الـ digital logic design عشان نتكلم على الـ gates والـ boolean arithmetic والحاجات اللي زي كده اللي احنا بنلاقيها كتير حقيقة برضو في الميك كنترولر دوت برضو لازم نبقى عارفين على الاقل الـ c او c++ علشان نقدر نتعامل بيها في الـ programming بتاع الميك كنترولر دوت احنا في الكورس ده الحقيقة مش نركز على الـ assembly خالص هنركز على الـ c language لان الحقيقة من الصعوبة بمكان نحن نتكلم على applications معقدة بالـ assembly على ARM processor فهيتعامل mainly بـ c language في الكورس دوت بداية عن الفرق بين الـ microprocessors والـ miccontrollers ان الـ microprocessors هي general purpose CPU الـ emphasis بيبقى على flexibility والperformance يعني بمعنى ان هي تبقى فيها مرونة وفيها اداء عالى يعني بكلم على ان انا عايز ان انا اقدر استعملها بشكل مثلا يبقى فيه generic user interface زي keyboard والماوس والحاجات اللي زي كده في الوقت نفسه في الـ computations وفي الـ running بتاع الـ programs وفي الـ handing بتاع الـ data كبيرة والحاجات زي كده يبقى مناسب فده طبعا بيستعمل في الـ PCs وبيستعمل في الـ PDAs وفي الـ cell phones الكبيرة حاجات دي كلها طبعا بنقدر نستعمل فيها microprocessors اكتر من استعمل miccontrollers. الميك كنترولر بقى هو عبارة عن microprocessors زائد ماموري زائد مجموعة من الـ peripherals على single chip. الـ emphasis هنا الحقيقة بيبقى على size والcost reduction. هدفنا ان احنا نخلي size بتاع الميك كنترولر دا صغير وفي الوقت نفسه هو integrated فيه كل المكونات اللي تسمحل ان هو يبقى شغال من غير external components ففي الاخر بيحصل cost reduction بحيس قدر استعمله في بعض الـ applications اللي تبقى محتاجة بـ very low cost microcontrollers او very low cost processing. الـ user interface الحقيقة في الحالة دي بيبقى تيلرد الـ applications ممكن يبقى حاجات بسيطة زي buttons ولدز وحاجات زي كده زي مثلا حاجات اللي بنلاقيها مثلا في TV remote control. ممكن نلاقي ان المايك كنترولر اللي بالنوع دوت هللاقيها موجودة في مثلا حاجات زي الساعات الرقمية digital watches زي TV remote control زي الـ electronics موجودة في العربيات زي حاجات كتيرة الحقيقة ممكن نلاقيها في الـ applications كتيرة جدا يعني بتاعت control وبتاعت يعني simple devices يعني موجودة عندنا في حياتنا اليومين. الـ architecture بتاع المايك كنترولر بيريفير لـ internal hardware organization of microcontroller. بيتكلم على الـ organization ده معناها انه هو نفسه مكون من ايه؟ طبعا بنتخيل ان كل واحد بيبقى فيه CPU central processing unit وانترفيز لبعض الـ input output devices وبعض الـ timers وبعض الـ interrupt controllers وممكن يبقى فيه A to D و D to A يعني بعض الـ analog devices اللي بقى موجودة عندنا. الحاجات دي كلها بنتكلم على الـ architecture بتاع المايك كنترولر. الحقيقة كل architecture بيبقى يونيك يعني كل مجموعة من المايك كنترولر بقى لها وكل واحد من الـ architecture دي الحقيقة بيبقى عنده its own set of software instructions اللي بنسميها الـ assembly language instructions. الحقيقة الـ assembly language instructions تختلف اختلاف كبير بين الـ different processors. علشان كده الحقيقة لما بنتكلم على ان احنا بننزل للـ level بتاع الـ assembly language. بنلاقي ان كل واحد من البرامج بيختلف اختلاف كبير. لو هو نفس الانترفيس موجود على مثلا الـ apple وموجود على الـ pc. بنلاقي ان الـ assembly language بتاعته مختلفة تماما نتيجة الاختلاف الـ architecture بتاع الـ two processors. بنتكلم على الـ architecture زي ممكن كامثلا نلاقيها يعني زي الانتل 8051 اللي كلمنا عليه في كورس السابق زي مثلا الـ zilog z80 زي الـ Atmel AVR زي المايكروشيب بيك زي الـ ARM. general speaking ممكن نقسم الـ architectures نفسها لـ two classes أو two types. يا اما هارفورد يا اما فون نومن. الـ Harvard architecture بيبقى type of computer architecture where there instructions أو الـ program أو الـ code بتاعنا. والـ data are stored in separate memory spaces. يعني بمعنى ان انا ممكن يبقى في عندي الـ address 100. address 100 ده بيبقى فيه address 100 بالنسبة للـ program space. وفيه address 100 بالنسبة للـ data space. والاتنين مختلفين. بيرفير لـ different يعني different memories. والاتنين مختلفين تماما يعني. المثال على كده هو الـ intel 8051 راحنا كلمنا عليه قبل كده في كورس السابق. وده بيبقى عنده فعلا separate program memory و separate data memory. يعني بيبقى نفس الـ instruction نفس الـ address هو ممكن يبقى ياما في الـ data ياما في الـ program memories عشان نقدر نعمله accessing. الفون نومن architecture بقى هو another type of computer architecture where the instructions and data are stored in the same memory space. طبعا احنا بالنسبة لنا شايفين الحاجات دي كلها طعم في اي كمبيوتر. الكمبيوتر بتاعنا اللي هو الرام بتاعتنا بيبقى فيها الكود بتاعنا. لما احنا بنلود مثلا برنامج معين. هو بيلود البرنامج ده في الماموري اللي هي الرام. ويبتدي يكسيكيوت من الرام دي. وفي الوقت نفسه بيسايف الـ data برضه في الرام. فباسيكلي هو the same space. يعني معنا كده ان address 100 ده يونيك. مفيش غير address 101 بس. اللي هو موجود عندنا اللي هو في الماموري space اللي هو الـ common between الـ program وبتوين الـ data. وطبعا مثال على كده طبعا الـ architecture بيستعمل الـ phone number architecture طبعا دي الـ ARM processor زي الـ Intel 86 series او الـ 86 family. اللي هي بقى فيها كل الـ processor اللي بستعملها في الـ PCs. طبعا دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخلي الـ architecture نفسه ممكن يبقى flexible. ممكن ان انا ما يبقاش عندي size محدد للـ program وsize محدد للـ data. وفي نفس الوقت طبعا لازم يبقى فيه memory management لازم تبقى موجودة علشان تقدر تخليني اميز بين الاثنين وما يحصل ليش مشكلة ان انا يحصل مثلا ان انا انا نفس جزء من الكود بدل من الـ memory بدل يعني من الـ data بدل من منافذها من الجزء بتاع الكود. فطبعا ده واحد من الحاجات اللي هي نعتبر ان هي advanced microcontrollers عشان فيها الـ architecture بتاعنا بيبقى بالشكل دوت. الـ ARM processors الحقيقة ابتدت في التمانينات وهي اختصار لـ advanced risk machines. risk اللي هي reducing instruction set computers يعني طبعا دي ميزة اساسية فيها. وكان في الاول الخاص اسمها ACORN Risk Machines. اول ARM اللي هو ARM 1 طلع في 1985 ودلوقتي ممكن نلاقي ARM 11 ممكن نلاقي ARM Cortex-A Cortex-R Cortex-M. احنا بنكلم على Cortex-M لانه هو ده يعتبر الـ series اللي هي تعتبر low cost وتعتبر هي مثال جميل جداً المايكرو كنترولرز اللي فيها صوفيستيكيشن في نفسه سعر بتاعها بيبقى يعتبر يعني قليل بحيث ان احنا بدنا نستعملها في applications كتيرة. كل الحاجات اللي احنا حطينا هنا دي كلها applications للـ ARM processor. كل الكلام ده في مايكرو كنترولر وممكن يبقى واحدة من ARM processors دي. طبعا لو كان ديفايس صغيرة مثلاً زي الجويستيك او زي مثلاً هي play اللي هي game يعني تول بتاعتنا دي والمسلا المايكرو الكترونيكس اللي موجودة عندنا في العربية وزي مثلاً الحاجات اللي موجودة عندنا مثلاً في حاجة زي ديفايس صغيرة مثلاً زي hard disk مثلاً بعض الأحيان. حاجات زي كده ممكن يبقى فيها series تبقى performance بقى مماشا عالي قوي. لو دخلنا بقى computers او دخلنا مثلاً في tablet او دخلنا في حاجات زي كده بنخش بقى ناحية ARM processors اللي هي الاعلى. طبعا احنا عارفين ان فيه يعني التابلت الجديدة معظمها بتبقى يعني فيه عدد كبير منها على الاقل اللي بيبقى ARM processors. يعني شايفين طبعاً ان احنا عندنا استعمالات كتيرة جداً ARM processors وبتدت تاخد الحقيقة وتجين يعني يعني publicity لان هي فعلاً بتدت تبقى performance بقى بالنسبة للcost وبالنسبة لحاجات كتيرة هي هي يعتبر superior لبروسيسور تانية اللي هي اقوى منها لزي بتاعة الانتل مثلاً اللي بتستعمل في ال person computers لو بصينا على ال platform راح نتكلم عليها بقى احنا نتكلم على نوع معين من انواع ال ARM يعني فيه شركات كتيرة بتنتج ARM processors. احنا هنستعمل ARM processors للشركة ST Microelectronics بتعمله اللي هي بتسميه STM 32 platform دي مجموعة من 32 بت او 32 بت بص مايك كنترولرز اللي هي مبنية على ال ARM architecture وفي بقى عدد كبير منها الحقيقة بتدي من اول F0 لغاية F4 طبعاً دي ال F series بتاعتنا نتكلم عليها فطبعاً ممكن حسب series نفسها بتستعمل ايه؟ هنلاقي انها بتستعمل different types of ARM processors أو ARM processor architecture يعني هنا مثلا نستعمل Cortex M0 هنا نستعمل Cortex M4 احنا اكشولي اللي هنتكلم عليه في المحاضرات بتاعتنا هناخد حاجة في النصط كده اللي هي Mainstream Microcontrollers اللي هي STM32F1 دي بنتكلم على ان هي ممكن تبقى ال speed بتاعتها من 24 ل 72 ميجا هيرتز بروسسور بتاعها الArchitecture بتاعها Cortex M3 بنلاقي ان في مموري بتاعتها ممكن توصل لغاية 1 ميجا بايت فلاش بنتكلم على الرام بتاعتها ممكن توصل 96 كيلو بايت فبنتكلم كده لو احنا نبص عليها كان لها في ال performance اللي هي تريباً في نص نص الفاميلي بتاعت مايك كنترولرز دي فبنسبة لنا هتبقى مثال كويس الحقيقة وفي نفس الوقت نفس ال concepts الموجودة هنا اللي نقدر نعملها generalization في كل الarchitectures التانية ونفس ال coding style اللي بنستعمله بالنسبة للArm Processor بنقدر نطبقه على كل فدي الحقيقة فيها ميزة ان احنا نقدر ان احنا نستعمل المايك كنترولر دوت وبعد كيلو احنا عايزين مثلا ناخد Processor تاني فيه اعلى شوية ممكن احنا بنفس الكود الحقيقة ننقله ونقدر ان احنا نستعمله في المايك كنترولر التاني نلاحظ بقى ان احنا عندنا هنا كل ما علينا هنلاقي ان احنا زودنا طبعا وفي الوقت نفسه وبتده يخش بقى فيه عندنا DSPs طبعا دي بتبقى فيها advantage كبيرة لو انا بعمل يعني handling the signals وبريت عالي زي ما بيحصل مثلا في applications كتيرة وطبعا ممكن تبقى بالنسبة ل ال cost وال performance اللي احنا نقدر ان احنا نستعمله في applications بعيدنا الفروقات بقى بين ال different devices اللي موجودة عندي في ال STM32 product line هنلاقي ان هي بتبقى فيه اختلافات في الماموري لو بصيرنا كده على ال devices المختلفة ال device اللي احنا حطينا عليها مربع احمر يعني بشرة كده ده ال device اللي احنا نتكلم عليها هنلاقي ان هي between الحاجات اللي موجودة دي كلها طبعا نتكلم على size تلك الماموري بيختلف يعني upto هنا مثلا بيكلم على 192 كيلو بايت هنا بيكلم على 69 هنا بيكلم على 1 ميجا بايت فلاش بيكلم هنا نفس الحاجة لان غالبا ما بيحتاجش اكتر من كده في المايكرو بروسيسور في ال F4 حتى بيكلم هنا طبعا لمنزل نزل تحت خارس هنلاقي طبعا بتقل عندنا شوية هنتكلم على عدد ال preferences الموجودة عندنا ممكن هي تختلف هنلاقي ان احنا عندنا في مجموعة preferences موجودة في كل ال architecture المختلفة فدي طبعا فيها ميزة انها تبقى موجودة عندنا بنفس الشكل فيهم كلهم بحيس ان انا لو انا كنت بستعمل device اقدراني نفس الكود بتاع device تانية من غير ما يحصل اي مشكلة خالص فطبعا دي واحدة من المزايا الاساسية اللي انا شايفها الحقيقة في ان احنا نستعمل architecture البيسيك بلوك دياجرام بتاعنا بتاع السم32 value line يعني بلاتفورم اللي هو في ال M3 CPU بتاعتها اللي بنكلم عليها هي باسيكلي تبارم كورتكس M3 CPU with 24 ميجا هيرتز يعني clock speed. بنكلم على فيه nested vector interrupt controller بنكلم على JTAG interface عشان software debugging. بنكلم على لانه فيه power supply بتاعها بياخد الفولت الجاي من ال USB ويعمله regulation عشان يبقى 1.8V انه هو بيشتغل ب 1.8V فيه internal crystal oscillator ممكن ان يبقى يعني يوصل لحاجة بشكل ده كده بنكلم على فيه 1 32 كيلو هيرتز واحد من اربعة لغاية 24 ميجا هيرتز في عندنا RC oscillator internal في عندنا phase locked loop عشان نقدر نحن يعني لو احنا عاوزين نحن نعمل doubling frequency يعني نقدر نستعملها في بعض applications في clock control نتحكم في clock بتاعتنا اللي احنا بنستعملها هي عبارة عن ايه بالظبط في عندنا بعض بقى timers وزي في عندنا عدد من timers اللي هي الموجودة عندنا ممكن نستعملها في applications كتيره وفي عندنا طبعا فيه watchdog timers موجودة وindependent في عندنا اتنين وفي عندنا عدد كبير من الاي اوز حسب الباكتج نحن نستعملها يعني باسيكا عندنا برضو الجزء بتاع الماموري بتاعتنا ممكن توصل لغاية 512 كيلو بايت flash memory والرام بتاعتنا بتوصل لغاية 32 كيلو بايت اس رام بنتكلم على ان الحاجات اللي احنا نشوفها قدامنا بالاضافة طبعا لوجود الانالكدكطور بالإكسسوري اللي هي زي translator converter و второй converter و دي 16 ohm لاعي ان ده كdevice الحقيقية ممتازة جدا بالنسبة لانها موجودة بغاية وطبعا بالاضافة ان احنا عندنا عدد كبير من التايمرز مثلا عندنا متكلم على عشرة سكستين بتايمرز وبنتكلم على بعض الحاجات اللي هي امبادد انترنل يعني زي مثلا ممكن نستعمله في الموتور كنترول بيساعدنا ان احنا نستعمل حقيقا يعني الماكد كنترول ده في أبليكيشنز كتيرا. طبعا متكلم على يعني ممكن نيقلق شوية عشان مجموعة الديفايس موجودة كتيرة ان ممكن يبقى الباور كونسومشن عالي بس الهيئة في ميزة كبيرة جدا برضو في الماكد كنترول دوت نحنا نقدر نترن اف البريفرالز اللي احنا مش محتاجينها بحيث انها متبقاش بتكونسوم اي باور خالص. فدي طبعا واحدة من الحاجات برضو اللي بتساعدنا ان احنا نستعمل الابليكيشن دوت او نستعمل الماكد كنترول دوت فابليكيشنز محتاجة ان الباور بتاعتنا الباور كونسومشة بتاعنا يبقى اولاي. عشان يبقى نكلم على الديفايس اللي موجودة على الكيت اللي احنا بتاعتها LQFP64 بنكلم على ان فيها فلاش ماموري ب128K بنكلم على انترن الرام سايز بنكلم على حوائية 8K بنكلم على التيمر فانكشنز بتاعتنا عندنا عدد من التايميرز يعني بنكلم على سبعة في 16بتايميرز بنكلم على لدينا اتين موتش دوغ عندنا رتسي ليري تايم كلاك عندنا 24بتداون كاونتر عندنا اتنين في 16بت بايسيك موجودين عندنا. عندنا بالنسبة للانر بشتر كنفرتور عندنا يعني 16 في 12 بيت يعني عندنا 16 واحد او 16 امبوت اة دي فكل واحد فيهم اتناشر بت. عندنا بالنسبة للانتشط امبوتر عندنا اتنين كل واحد فيهم اتناشر بت. عدد الانبوت اوبوت بينز اللي احنا فقدر نستعملها احتو 51. بنتكلم عندنا بقى بعض اللي هي الكون اللي زي مثلا الـ serial interfaces زي بنكلم على الـ I2C زي SPI حاجات دي كلها USR الحاجات الـ serial communication والـ supply voltage بتاعنا ممكن يبقى من اثنين لغاية 3.6V فطبعا دي بتادينا برضو latitude ان احنا الـ power supply بتاعنا يبقى فيه flexibility شوية الكت نفسها اللي مستعملة هي الكت اللي بالشك ده كده الكت دي الحقيقة سعرها رخيص جدا نتكلم على حدود 10 دولار او حاجة زي كده فطبعا بالنسبة للستعمال في الـ educational purpose بصحية ممتازة فقدر اعتبر انها the cheapest and quickest way to discover the STM32 value line فاميلي فيها embedded ST link علشان تقدر تسمح لنا احنا نعمل debugging الـ applications يعني مش محتاجين احنا نستعمل جي تاك انترفيس او جي تاك كابل مخصوص لا ده احنا نستعمل سيريال او يعني USB كابل عادي خالص وده mini USB كونكتور في موجود هنا ودرنا نستعملها بمطالة بساطة في عندنا الحقيقة برضو نفس الكت دي تقدر نستعملها مع عدد من الـ popular IDE اللي هي الـ Integrated Development Environment منها الـ MDK Arm اللي هي بتاعت الكايل او الـ E-Warm اللي هي بتاعت IAR انا بفضل حيال الكايل ان انا يعني شايف ان هو مستعمل في applications ثانية او مستعمل كتير الحقيقة بالنسبة الـ microcontroller الثانية ففيه ناس كتير بتبقى يعني familiar بالكايل فانا بنصح الناس كلها ان تنزل الكايل ممكن احنا نخش على اي واحدة من الشركتين دول وننزل حاجة بنسميها limited size version دي بتبقى مناسبة جدا لـ educational purposes يعني تسمح لينا ان احنا نقدر نعمل كل حاجة في الـ development environment دي من غير ما يكون فيه limit على الوقت مش كادمه version يعني انها تبقى شهر مثلا وبعد كده ما تبقاش متاحة لا دي ممكن نستعملها forever بس الـ code size بتاعنا يبقى صغير وده غالبا ده اللي بنحتاجه في educational purposes على مستوى undergraduate level لما نيجي بعد كده بقى نـ develop حاجة على مستوى product بقى في industry وكده ممكن ساعتها بقى نتطر ان احنا نشتري اللي هي الـ full version عشان نقدر نستعمل الكيت من غير ما يكون فيه عندنا limit في الـ code size لو جينا بصينا بقى على الـ features بتاع الكيت نفسها هي زي ما قلنا الـ processor بتاعنا هو ده ما قلنا قبل كده اللي هو F100RB وده بيبقى موجود في package عبارة عن 64 pin LQFP لهي الـ package اللي موجودة عندنا هنا دي فالـ package دي الحقيقة اللي ما نبص عليها نلاقي ان احنا عندنا يعني عندنا عدد كبير جدا من الـ pins ممكن نستعملها عنها 64 pins والحقيقة دي ممكن كلها تبقى available او محطوطة available عندنا على مجموعة من الـ pin headers موجودة قصدنا هنا كده ممكن بيتسهل بالنسبة لنا ان احنا نعملها interfacing مع breadboard او مع اي device تانية بحيث ان لو عايزين نعمل interfacing بعادة كبير من الـ input output pins هي موجودة فيها st link يعني on board st link عشان نعمل بيها programming و debugging بحيث ما يبقاش محتاجين يبقى فيه external JTAG interface وده بيبقى غير الحقيقة في عندنا 2 LEDs موجودين الـ LED اللي هنا دي لونها اقدر ولونها ازرق وفي عندنا 2 LEDs تانيين موجودين هنا 2 LEDs الموجودين هما الـ LED LED الموجودين هنا دول بيبقوا علشان تدينها indication لفيه USB communication والتانية بتدينها indication لفيه power on بتاعت الايه بتاعت الكيت نفسها موجودة يعني فيه 3.3 volts بتاعت الكيت نفسها موجودة الكيت نفسها بتبقى design to be powered by USB or an external power supply of 5 or 3.3 volts يعني ممكن ادخلها power supply من باره او هي تاخد من الـ USB power بتاعتها وما تبقىش محتاجة external power تبقى تشغلها وممكن supply target application with 5 volts and 3 volts يعني ممكن عندنا هنا احنا بصينا على الـ pins الموجودة عندنا هنلاقي 3V3 اللي هي الـ pin D تدينها 3.3 volts هنلاقي عندنا ناحية تاني هنا فيه pin مكتوب عليها 5 volts فنقدر ناخد منها 5 volts وطبعا في ground في ناحيتين بحيث ان احنا نقدر ناخد الفولت بتاعنا نقدر نسبلاي الفولت من هنا الـ external application او الـ external interface مع الـ kit date طبعا فيه عندنا عدد من يعني فيه عندنا اتنين user leds اللي هو هنا اللون اخضر واللي هنا اللون ازرق اللي هي الـ D3 و الـ D4 الـ D3 و الـ D4 دول بيبقوا يعني user programmable يعني من خلال البرنامج بتاعي بخلي البرنامج بتاعي خليهم ينوروا او يطفوا حسب ما انا عاوز با وفيه عندي 2 buttons واحد ازرق او فيه عندي 1 button user button اللي هو الازرق دوت ممكن اتحكم فيه بردو زي ما انا عاوز حسب الـ software بتاعي بقدر استعماله زي keyboard بالضبط اقدر عام بيه اللي انا عايزه الـ button التاني اللي هو الاسود ده بتاع reset يعني ممكن انا reset بيه بحيث يبتدي execution من الاول خالص فطبعا الميزة طبعا كل الـ i opens الموجودة عندنا في الكت موجودة عندنا available تسمح لي ان انا يرا فيه عندي flexibility كبيرة الحقيقة فيه ان انا اعمل interfacing مع الكت ده ده شكل مختلف عشان نقدر نبص بيه على الكت دي برضو بشكل اوضح شوية ده عبارة عن layout بتاع الكت نفسها فهنبص هنلاقي هنا LED 3 اهي موجودة و LED 4 اهي موجودة دي الـ button بتاعتنا موجودة هنا بتقول لنا مكان كل حاجة فين basically يعني هنبص هنا مسلا ده ده اللي هو موجود عندنا هنا هنلاقي عندنا مسلا متكلم على الـ لو بتكلم مسلا على الجزء بتاع الـ USB connector اللي هو اللي بيبقى mini USB connector موجود هنا بيبقى فيه عندنا اللي هو D1 دايود اللي هو بتاع USB communication بيبقى فيه عندنا LD2 اللي هي موجودة عندنا هنا بتاعت الـ power بتادينا الـ power موجودة basically بقدر بعد كده بمعلومات الكت دي معلومات الحاجات نفسها اماكنها فين بقدر بعد كده لما اجي اعمل معي interfacing اقدر اشتغل من غير ما يكون عندي مشكلة فلو انا هبسيت على block diagram بتاعها basically core بتاعي هو الـ processor نفسه كل IOS بتاعتي جاية لي على pin header اللي هو P1 والP2 دوت اللي هي مجموعة lines دي مجموعة pins اللي موجودة عندي هنا على الـ kit ديت وبيبقى فيه عندي reset واصل بالـ button بتاع الـ reset وفيه عندي user button نفسه واصل على input output او مجموعة من input output pins واصل عليها برضو green led والblue led فباسيكلي ممكن وفيه عندنا برضو هنا مجموعة من الـ pins قليلة شوية بنسميها P3 header اللي هو الموجود هنا دوت بحيث برضو يبقى عندنا عدد اكبر شوية من من الـ من الـ input output pins فباسيكلي انا اللي شايفه دلوقتي نحنا نقدر نبرمجه هو الجزء اللي متصل بالـ I O pins ديت وده الحقيقة اللي هنعمل عليه demo دلوقتي حالا علشان نشوف هو بيشتغل ازاي فيه demo program بينزل من من الـ manufacture اللي هو STMicro Electronics والحقيقة ممكن ينزل package كاملة فيها مجموعة كبيرة من الـ demo projects كده عشان نقدر نستعملها وفيها مجموعة من drivers بعض الـ peripherals موجودة على الكتز زي value line discovery kit ديت وكل الكتز بتاعت STMicro Electronics بحيث تساعد بعد كده نحن نديفلب عليها applications ونتعلم طريقة الـ programming بطريقة تبقى object oriented وتبقى شكلها بالنسبة ليقرأ الكود بعد كده هيبقى شكلها readable بشكل لطيف هنعمل دلوقتي تجربة صغيرة كده نحاول بيها نتعرف على development environment بتاعت الـ ARM processor وفي نفس الوقت نتعرف على الكت وازاي نحن نريده نعمل معه فالـ development tool او development environment اللي احنا بستعملها هنا ودي مستعمال الحقيقة في عدد كبير من المايك كنترولرز منها الارب بروسسور وشكلها بيبقى عامل بالشكل احنا زي ما احنا شايفين هنا كده طبعا لو حبينا نعرف الـ version بتاعتها بالزبط هي الـ version بالشكل ده كده version 4.54 الحقيقة بتسمح ان احنا نقدر نـ download version منها تكون limited size code يعني بمعنى ان احنا نقدر نـ develop بيها او نـ compile بيها ونقدر نعمل بيها interfacing بس بشرط ان الـ code بتاعنا يبقى size بتاعه limited ودي حقيقة مفيدة جدا بالنسبة للـ education purposes عشان نبتدي نفتح project مع بعض نفتح عند الـ project هنا كده open project في عندنا الحقيقة بيبقى provided عدد من الـ projects مع الـ kit نفسه او مع يعني مع الـ version بتاعت الـ processor نحن بيستعمله من الـ manufacturer يعني ST Microelectronics بتادي مجموعة من الـ project كـ demonstration للـ utility بتاعت الـ device بتاعته وبتاعت الـ kit بتاعته فهنبتدي احنا دلوقتي نشغل الـ demo version او demo project بتاع الـ ST Microelectronics فهنلاقي اول حاجة لما بنفتح بيبقى فيه عندنا regular C++ project هنلاقي فيه مجموعة من الـ source files كده بالشكل ده كده متقسمة العدد من الـ groups الـ group اللي احنا نقدر نحنا نغيره او يستحسم نغيرش غيره هو الـ user group user group ده هنلاقي فيه الـ main بكل header files بتاعته ونلاقي فيه فايل تاني كده بيبقى underscore IT اللي هو يعني حاجة زي interrupt handler كده او مجموعة من الـ handlers بتاعت events هنتكلم عليها اللي مريح اني نشغل بقى في الـ peripherals بتاعت الـ R processor الـ main program بيبقى زي ما احنا عارفين في الـ C code بيبقى برضو فيه شوية header files واحد منهم بيبقى related للـ device نفسها اللي احنا باستعملها والتاني بيبقى عادتنا related للـ kit نفسها اللي احنا باستعملها طبعاً الـ kit نفسها استعمالها بيبقى بيخلينا نقدر نستعمل بعض التوز اللي موجودة عندنا هنلاقيها هنا في الـ group نسميه باسم الـ kit وهنلاقي الحقيقة فيه مجموعة من الـ functionalities ممكن احنا نستغلها في ان احنا نعمل بعض الحاجات البسيطة اللي احنا يعني ممكن نعملها يعني بالـ code العادي بس هنا بيدهالنا بشكل function جاهزة ممكن احنا نتصرف فيه يعني مثلاً فيه على الـ kit بتاعتنا leds فالـ leds دي ممكن عشان ننوارها نلاقي ان فيه عندنا فانكشن جاهزة بتخلينا نقدر نلور الـ leds دي بشكل واضح يعني ممكن يبقى فيه فانكشن جاهزة على عطول تترنت on وفانكشن جاهزة تترنت off بحيث ان احنا ما نضطرش نحنا نستعمل بقى الكود اللي هو زي المكتوب هنا كده ممكن ما يبقاش مقروق قوي في السورس كود بتاعنا فدي واحدة من المزايا بتاعتنا نستعمل كد بحيث ان احنا يعني نقدر نحنا نخلي الكود بتاعنا مخروق اكتر شوية او يسهل علينا على طول ان احنا نقدر نعمل انترفيسنج بطريقة بسيطة بالنسبة لبعض الحاجات التانية اللي هي اللي موجودة مثلاً زي الـ std-pref drivers دي باسيكلي مجموعة من الفايلز هي عبارة عن drivers كل الـ peripherals احنا نتكلم عليها بعد كده في الـ microcontroller فطبعاً دي بتسهل علينا كتير ان احنا بيبقى في عندنا درايفر جاهز ممكن انترفيس معه بفانكشن على طول بدل ما اضطر ان انا اقعد اكتب كود بقى مفصل وحاجات زي كده يعني ممكن ما يبقاش برضو مقروق قوي فالـ peripherals دي اعتبار انها زي الـ drivers زي الـ device drivers كده لما كنا عايز انترفيس مع general purpose هلاقي درايفر يسمح لي ان اعمل الكلام ده من غير ما اضطر ان انا اكتب كود يبقى شكله صعب بالنسبة للقارق بتاع الكود دوت فنرجع تاني بقى نحاول ان احنا نشغل الكود دوت مع بعض باسيكلي الكود موجود عندنا هنا في الـ project انا ما عملناه opening بيبقى الـ project كله موجود عندنا فاحنا ممكن نعمل هنا compilation للفايل اللي احنا وفينا عنده دلوقتي حالاً بنستعمال البطن دوت او نستعمل build ان هو يبقى الـ target files كلها بتاعت الـ project كله لو في اي فايل يتغير بيبقى الـ object code بتاعه او ممكن نـ rebuild all يعني يبتدي بقى يبني كل الـ project من اول وجديد فخليه نبني rebuild all عشان نشوف الـ process بتحصل ازاي بياخد فايل فايل وعمله compilation وـ project ده ممكن يـ include assembly مع C language وطبعاً زي ما احنا شايفين كده هو مستعمل C++ مستعمل structures ومستعمل يعني كود ممكن يبقى الحقيقة شكله لطيف ان احنا نقدر نبص عليه ونقدر نفهمه بشكل بسيط وانس ان هو خلص هنا هو كده خلاص بقى جاهز ان هو يعني الكود بقى موجود عندي compiled و linked بحيث ان انا بقدر بعد كده عمله downloading على الـ device بتاعتي عشان اعمله downloading على الـ device بقدر عمله loading من هنا يعني اقدر download الكود اعطوه directly من هنا كده اروح يعني احطه على الـ device نفسها وانس ان انا حطيته على الـ device هو قريدي بيشتغل فنلاقي ان احنا عندنا الـ lead الموجود عندنا على الـ device هنلاقي ان هي بتنور بالشكل ده كده لان الكود بتاعها الحقيقة فعلاً هو عبارة عن ان هو يخلي LED تنور ومفروض ان الكود بتاع الـ demo project دوت لما احنا بنضغط على الزرار اللي هو الازرق دوت بيخلي الـ rate بتاع البلينكينج دوت بيتغير ولما بنضغط على الزرار اللي هو الـ بيعمل reset للـ microcontroller فبتدي من اول الـ program تاني بنفس الـ rate الاصلي تاني فدي هنجربها مع بعض بس يعني برضو من الحاجات اللي احنا نحب نبص عليها مع بعض هي الجزء بتاع الـ debug interface فبسيكلي ممكن لو ابتديت الـ debug interface لازم ان انا يعني ابتدي طبعاً في الـ code limited version وبتسمح لي بقى ان انا اعمل مثلاً حاجات زي stepping او اعمل step over يعني امشي على خطوة خطوة عندي function بيعتبر ان هي خطوة واحدة مش بيخش جواها الـ stepping ده معناه ان انا انفذ خطوة خطوة في البرنامج يعني بحيث ان انا اقدر اديباج طبعاً البرنامج بتاعه لو كان في مشكلة ممكن اعمل step out لو انا مثلاً بعمل مثلاً function او حاجة عايز اطلع منها ممكن انا اعمل step out run to cursor line يعني ابتدي اقعف مكان معين وخلي البرنامج ينفذ لغاية المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي وممكن طبعاً نعمل reset يعني ارجع الـ code من اول خطوة خالص يبتدي يشتغل فطبعاً انا ممكن انا دلوقتي اخليه هو يبتدي يشتغل وبعد كده نبتدي نشوف ايه اللي بيحصل طبعاً ممكن عندنا هنا بعض الطولز برضو اللي هنشوفها ان شاء الله في الجزء بتاع الـ peripherals اللي انا اخدها لما تينيكلم عن الـ projects فيها هنلاقي ان احنا عندنا بعض الحاجات اللي ممكن تبقى مفيدة قوي زي ان انا بعمل insertion لbreakpoint breakpoint يعني عندي مكان معين او لما يوصلوا في الـ execution بيبتدي يقف المكان دوت بحيس ان انا قادر اشوف الـ variables موجودة عندي قيام هكام فطبعاً هو حالياً بيشتغل لو انا حبيت دلوقتي ابتدي اعمل يعني running البرنامج هو already شغال بس لو حبيت اعمل running البرنامج بيعمل run او F5 عشان ابتدي اعمل starting الـ program execution فهو دلوقتي حالياً كيت نفسها واقفة مستنية ان انا اديها الامر ان انا ابتدي اعمل running فوانس ان انا عملت running هو ابتدي دلوقتي يشتغل اوكي زي ما احنا شايفين كده الليب بتنور وتطفي لما بضغط على الزرق والازرق هلاقي ان هو بيدي لمبة الزرق اللي في الجنب دي بتاعني ان انا هتغط على الزرق الازرق ويبتدي الrate بتاع البلينكينج نفسه يتغير لو ضغطت تاني هلاقي ان الrate بتاعي بقى اسرع كتير اوكي لو ضغطت تالت هلاقي ان هو يرجع للrate الاصلي بتاعه لو انا يعني ضغطت مرتين مثلا عشان يبقى الrate سريع اوكي وعملت reset هبتدي من اول البرنامج تاني فهبتدي بالrate الاصلي اللي كان مبتدي به طبعا حكا دي كلها احنا دلوقتي عاملين running لو حبينا نوقف البرنامج في اي وقت عشان نشوف ايه اللي بيحصل يا اما ان موقفه عن طريق ان يبقى فيه breakpoint يا اما باجي هنا في running دوت وعمله stop يعني يخليه يبطل execution يعني ممكن اخلي البلنامج بتاعي يبطل execution اوكي فonce ان هو battle execution خلاص يعني هو كده بيشتغل ممكن انا خليه بعد كده يstop عن طريق ايه عن طريق البطن دوت او ممكن اعمله reset من هنا بحيس ان هو يبتدي من الاول الجديد خالص او ممكن اخلي بقى دباج انترفيس كله مبقاش موجود بحيس ان انا ارجع تاني مكان ما كنت في الاول خالص اوكي فده طبعا حاجات احنا شفنا بعض الحاجات البسيطة ازاي ان احنا نستعمل ال development tool دا نفسها فبقى انصح الناس اللي هي انها تنزل development tool دي وتحاول تتعلم عليها شوية وتحاول تكمبايل ال demo code اللي موجود عندنا برضو نقدر ننزله من STMicroelectronics عشان نتعرف على ال interfacing مع ال kit دي بيبقى شكل عامل ازاي بالظبط نبص على ال functionalities موجودة عندنا في الجزء بتاع ال user نقدر نغير فيها ايه ونبص على الجزء بتاع ال drivers بتاعت ال peripherals موجودة عندي في ال kit بتاعتي اللي هي STM32VL discovery وال peripherals بقى بتاع بتاعت ARM procession نفسها ال interfacing بتاعها بيبقى عامل ازاي طبعا كل الحاجات دي اساسيات وكل مرة بقى ناخد واحدة من ال peripherals موجودة في الماكت كنترولر هنلاقي نفسينا اوتوماتيكلي بنرجع بقى للدرايفر بتاعها ونشوف ازاي نعمل interfacing معها فدي كان نديم ببسيطة كده مبدئية علشان ناس تتخيل شكل development environment ازاي وازاي ان احنا نشغل اول program لنا موجود في development tools بتاعت ARM processor بالحقيقة في المحاضرة دي احنا حاولنا ندي overview كده على ARM microcontroller والحقيقة يعني في عندنا بعض الحاجات اللي احنا ممكن اعتبارك كده كاسئلة كده للبحث علشان نحاول نفهم شوية اكتر على المايكرو كنترولرز وعلى ال ARM processor هنلاقي ان احنا ساعة بنلاقي performance بتاع المايكرو كنترولرز بتعرف بMIPS أو دي MIPS فا ايه الفرق بين الاثنين دول عايزين اعرف الفرق بين الاثنين دول عايزين نكومبير المايجور ARM processor families available today from the point of view of processing power cost applications يعني نكلم مثلا على ال ARM 11 وال ARM Cortex series processors ونعرف الفرق بينهم ايه ده طبعا ممكن نلاقيه بسهولة جدا نحنا نبص على واحد من المانيفاكتشور بتوع ARM processors ونقارن الكاركتريستيك بها ال ARM 11 مثلا مع ARM Cortex ونشوف ايه الفرق بينهم عايزين حقا نبتدي ننستول ال MDK ARM evaluation version علشان نقدر نحنا نبتدي بقى نجرب حاجة زي اللي احنا ورناها في الجزء بتاع ال demo version اللي احنا يعني بصينا عليها demo project عايزين احنا نكمبايل ونلينك بقى demo software اللي احنا كنا بنتكلم عليه وعملنا عليه demo ونحاول نعمل احنا بنفسينا بقى لو معانا الكت نجرب فعلا لنفس التجربة اللي احنا عملنا لنا demo في المحاضرة دي وطبعا من الحاجات المهمة جدا عشان بعد كده كل حاجة معتمدة عليها نحنا نعمل revision لل C programming لان ده حاجة اساسية جدا كل حاجة بعد كده هنتكلم عليها نروح بعد كده نعمل لها implementation ب C programming فمهم جدا ان احنا نبص على ال C programming تاني نتأكد ان احنا معلوماتنا في C programming fresh بحيس نقدر نستعملها بعد كده هبتدي بقى من المرة الجاية هبتدي نتكلم على واحدة من ال Peripherals من ARM Processor ونبتدي بقى كل المحاضرة يبقى عندنا peripheral نتكلم عليها ونعرف ازاي طريقة programming بتاعتها ونعمل عليها project بحيس ان احنا نقدر نفهمها ونقدر نتعامل معها بالحيال من المعنى